وما زلنا في سوريا حيث أحكم الجيش السوري سيطرته الكاملة على سلسلة الغربية لجبال الزبداني القلمونية الحدودية مع لبنان في عملية تقطع طرق التهريب أمام المسلحين وتفصلهم عن عمق من الاستراتيجية كما تأتي العملية في إطار التحذير للمرحلات الثانية الهادف لتطويق بلدة الزبداني وترد مسلحي النصرى تلة جبلية واعرة ترتفع عن سطح البحر أكثر من 1700 متر هي النقطة الاستراتيجية الجديدة التي وصل إليها الجيش السوري في محيط مدينة الزبداني غرب العاصمة ليعلن بذلك إكمال سيطرته على سلسلة جبال لبنان الغربية الفاصلة بين الحدود السورية والحدود اللبنانية أحكمت وحداته من قواتنا المسلحة سيطرتها الكاملة على عدد من النقاط والتلال الحاكمة وهي شير الطاقة شير الجوبة قصر النمرود كما تتابع القوات تقدمها باتجاه أوكار المجموعات الإرهابي في ظهرة الهوى وظهرة البيدر وشير الهوى أهمية السيطرة على التلال في مدينة الزبداني تنبع من أنها تقطع طرق التهريب باتجاه الأراضي اللبنانية وبالتالي فصل المسلحين عن عمقهم الاستراتيجي في البقاع وعن العمق في القلمون الجنوبي أي رانكوس وصولا إلى فليطة فيما يتحضر الجيش للمرحلة الثانية من العملية وهو تطويق مدينة الزبداني تمهيدا لإخراج مقاتلي جبهة النصرة منها الجيش السوري يلتف حول مدينة الزبداني مسيطرا على مجموعة من التلال الاستراتيجية ويحقق عملية ضبط الحدود وهي مسألة في غاية الأهمية لينتقل في المرحلة الثانية عندما تصبح تماما مدينة الزبداني في مرمى نيرانه بشكل واضح ومحدد وبعد أن يطبق الحصار على الجماعات المسلحة في هذه المدينة سينتقل لتحريرها العمليات العسكرية هناك في هذا المحور في غاية الأهمية لأنها تؤثر على مجمل الأوضاع الميدانية في ريف دمشق والعمق السوري وأيضا في الجنوب السوري يتجه الجيش لفرض سيطرته الكاملة على تلة ظهر البيدر الكاشفة لمدينة الزبداني بشكل كامل من ناحية والمطلة على الحدود السورية اللبنانية بشكل مباشر من ناحية ثانية فيما أمنت سيطرة الجيش نقاط العبور الحدودية رغم الطبيعة الجغرافية الوعرة لمنطقة القنمون الجنوبي ترجمة نانسي قنقر